ولي العهد الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني الحاضر والراعي لهذا السباق يحفظه الله ويرعاه أيها الأخوة كما تشاهدون ينطلق على بركة الله الشوط الأول الرئيسي ينطلق وتنطلق هذه الأسماء 12 اسما تشارك في هذا الشوط القمة في هذا الشوط الأول الرئيسي انطلقت الأسماء وأيضا مسافة هذا الشوط خمسة كيلو مترات ستتضح الرؤية بعد نهاية الشوط على أيضا معرفة الفائزة بهذا الشوط الأول الرئيسي يا سلام يا سلام يا سلام يا أشواط أصحاب السمو المقدمة مباشرة مع شكرا لحمد الله ابن حسن السوداني تسيطر شكرا على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول النقل إلى المركز الثاني المركز الثاني شفاء لمبارك بن سالم بن سالمين المريتة لها في المركز الثالث اللي من الجانب الآخر وأخذت بالانطلاق شكرا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني تنطلق شكرا وتحتل المركز الثاني تضمير شكرا مع محمد بن خالد العطية نقله إلى المركز الثالث المركز الثالث عسيلة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني التضمير مع علي بن حمد بن جرحب المريتة لها في المركز الرابع رابع المراكز شفاء لمبارك بن سالمين المركز الخامس والأخير المسموح له بالنداء والإذاعة هنا الشاهنية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم التضمير مع محمد بن أحمد بن العكوي العامري هذه الخمس المتقدمة الأولى وعودة إلى مقدمة الشوت ومن أخذت بالتسلل من أخذت شكرا شكرا أخذت بالانطلاق وأيضا الانطلاق واندفاع إلى مقدمة الشوت إلى مقدمة هذا الشوت القمة يا سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني التضمير مع محمد بن خالد العطية ولكني أرى التسلل الآخر أرى التسلل من الجانب الآخر سلطة سلطة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري أخذت بالانطلاق يا سلام شعار بن زايد يتواجد وأذكر بأن هذا الشعار في البترة الصباحية حصد أربعة أشواط وأيضا يريد يريد المزيد في هذا اليوم يريد أن يسجل المزيد والمزيد مع انطلاقة سلطة التي بيدها السلطة حتى هذه اللحظات النقلة إلى المركز الثاني المركز الثاني شقرة يا سلام يا شقرة تنطلق شقرة تنطلق في ثاني المراكز وتندفع واندفعتها ممتازة وأيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني تضمير شقرة مع محمد بن خالد العطية المركز الثالث شيفة شيفة لبارك بن سالم بن سالمين المري اللي تلي شيفة في المركز الرابع رابع المراكز هنا الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم التضمير مع محمد بن أحمد بالعكوي العامري خامس المراكز المركز الخامس من بدأت بالانطلاق وعادت مرة أخرى إلى المركز الرابع هنا في رابع المراكز شقرة لحمد الله بن حسن السوداني بينما الشاهينية في المركز الخامس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وتضمير الشاهينية مع محمد بالعكوي العامري ولكن عودة إلى سلطة سلطة تنطلق رقم الرياح التي الرياح المعاكسة أذكر بأننا نواجه رياح عكسية ربما تعيق من الحركة أيضا أو التوقيت الزمني ولكن 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 سلطة سلطة تنطلق و2500 متر وسلطة تنطلق لمحمد بن زايد المنصوري وأهالي الغربية يا أبو زايد أهالي الغربية ينتظرون السلام ويطالبونك بنقل أيضا سلامات هذا الشوط بينما المركز الثاني ثاني المراكز شقرة يا سلام يا شقرة وتبغيلها مراقبة شقرة هذه تشاهدونها على شاشة التلفزيون في هذه الأعضاء شقرة على الكادر الفوقاني ومنطلقها الطلاق ممتازة وأيضا نشارف نحن على مشارف الكيلومترين الأخيرين شقرة عائدة ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني والتضمير مع المشاقب محمد بن خالد العطية ننتقل إلى رابع ثالث المراكز وصلة الضيفة العانية من الإمارات يا سلام يا سلام الشاهينية لسموه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوب التضمير مع أحمد بن محمد بن عكوي أيضا وصول خطير وملموس الضبية لسموه الشيخ سيف بن خليفة بن سيفالنهيان تنقض وتنتزع المركز الثالث التضمير مع سعيد بن مبارك الوهيبي بينما المركز الرابع الرابع الشاهينية لسموه الشيخ ماجد بمحمد بن راشد المكتوم التضمير مع محمد بن رحمد بالعكو العامري نقل إلى الخامسة الخامسة نتأخر قليلا لنرى المركز الخامس خامس المراكز خامس المراكز بعيد نوعا ما ولكن خامس المراكز شكرا لحمد الله بن حسن السوداني والفو خمسمية متر وسلطة ما زالت في مقدمة الشهود الله يا سلطة بوزايد إن أردت الفوز بهذا الشهود فأعطيها الأوامر بالانطلاق الله الله يا سلطة الله يا سلطة الشهود الأول الشهود الرئيسي خيرة الجزاء وأي جزاء الله الله إجزاء الأشواط المفتوحة أشواط أصحاب السمو وسلطة سيطر على مقدمة الشهود يا سلام بينما المركز الثاني المركز الثاني شكرا لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني ولكن راحت سلطة انطلقت سلطة يا سلام يا سلطة يا سلام الكيل الأخير يستجيب زايد يستجيب للنداء يا سلام والجماهير أيضا تزف تزف سلطة وحيدة في مقدمة الشهود أخذتنا سلطة معها الله الله قدمنا ابو حمد بالروح مع سلطة من تستحق النداء والإذاعة يا سلام المنعطف الأخير المنعطف الأخير والخط المستقيم إلى خط النهاية إذن أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء النقطة الخامسة في هذا اليوم لهذا الشعار شعار محمد بن زايد المنصوري الذي أثبت الوجود في سباق المونديال وفي قبله من السباقات يتواجد هذا الشعار القني عن التعريف يا سلام يا بو زايد يا سلام محمد بن زايد المنصوري سلاماتنا لأهالي الغربية ولأهالي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أشكرك يا بو زايد بسم الجمهور المتواجدين مشكور لمحمد بن زايد المنصوري ما في خطورة يا بو زايد ما في خطورة المركز الأول مضمون مئة بالمئة ولكن اتراحق التوقيت اتراحق التوقيت الزمن يا بو زايد الجماهير يطاربونك بعرض أخير من عروض سلطة التي تنطلق وتندفع ولكن خلاص المئتين متر الأخيرة تهانينا والناموس لمحمد بن زايد المنصوري كما هي عادة بو زايد في مثل هذه الأشواط الحساسة حسم الأشواط الحساسة يحسم هذا الشوط بكل أمان وسلام خط النهاية يرحب قدوم سلطة تهانينا والناموس وللمعلومة مشاهدين الأعزاء بدون أي أوامر تذكر المركز الثاني ثاني المراكز سقرة لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة آل ثاني المركز الثالث ثالث المراكز الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن حمد بن راشد آل مكتوم المركز الرابع رابع المراكز الضبية لسعادة الشيخ سيف أو لسمو الشيخ سيف الخليفة بن زيف آل نهيان التضيير مع سعيد بن مبارك الوهيبي المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس خيرة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني تهانينا والناموس نشاهد لحظات وصول سلطة إلى خط النهاية سبع دقائق واحد وخمسين ثانية خمسة وثمانين جزء من الثانية تهانينا والناموس المحمد بن زايد المنصوري المركز الثاني على ما يبدو شقرة المركز الثاني المركز الثاني دخول جماعي الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وأيضا شقرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليف آل ثاني التوقيت الزمني سبع دقائق ستة وخمسين ثانية أربع أجزاء من الثانية ووحي للمركز الثاني إلى اللجنة المختصة بهذا الشأن وبهذا الخصوص أما في هذه اللحظات الشوت الأول ينطلق للكعدان والكلمة وحيلها لزميلي سعد بن متراع العتين موسيقى موسيقى موسيقى